سيدتي ما هي المطالب الملحة التي لم يعد بإمكان قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن يكفلها؟ لم يعد بالإمكان أن يكفلها ما عادة هذه الربع آلاف دينار جزائري نقالب الحمد لله الوزارة الوصية كانت في الاستماع لإحتياجات المجتمع وعطت الترخيص بإنشاء مراكز خاصة يقوم عليها خواص أخصائيين خواص المفروض يكونوا ذوي كفاءة ويقوموا على هذا الأمر الحمد لله الوزارة أعطت الترخيص طبعا بمقاييس ومعايير لابد أن تحترم هذا الشيء ثاني الشيء المطلب الآخر هو التكوين التكوين للأخصائيين في هذا المجال نقص وبالتالي من هذا الباب أنوه لأن التكوين لابد أن يراجع لكل الأخصائيين لمحتاجين دائما رسكلة ورسكلة متواصلة للتكفل بهذه الفئات نعم